هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينج الكومندر نيل اللي سبب ازمة عند بعض المتابعين وحطوا لي كومنت يطالبون بطريقة سهلة انك تقتله الوضع رمضان وما يستحق انك ترفع ضغطك على هذا البوس او اي بوس غيره فباذن الله رح اطيكم طريقتين اليوم الطريقة الاولى اخوان وافضل طريقة انك تتغلب على هذا البوس انك تجيب الايتم اللي رح ارويك مياه بعدين اول ما تدخل الساحة رح اقصر يمين او اقصر يسار بحيث ان يجيك واحد من الحراسة ويوصلك واحد من الحراس ورح تستخدم هذا الايتم عليه هذا الايتم على طول رح يشلوط مخه او يقصر مخه ويصير ضد ربعة او ضد الحارسة الثانية وضد حتى الكومندر نيل وراح يجالدون قدامك حرفيا رح يدخل الفيزة الثانية من غير لا تسوي شي رح يبقى شوية من هلثة حتى اذا ما استخدمت هذا الايتم لصيحتي انه دائما يعني البوس هذا من اكثر البوسز اللي يحتاج منك صبر ضربه وحده ماكسيمم وتبعد منه فبس يبالك تضبط التايمينغ على هذه الضربة بالضبط وبعدها تضرب ضربه وتتجنبه تضرب ضربه وتتجنبه حرفيين ايتم غسيل المخ هذا اخوان رح تحصلونا تقريبا بألف وشوي من عند هذا التاجر واذا ما زلت تواجه مشكلة معاه بعطيك هذه الطريقة عبارة انجليتش وجدا رخيص في الشيرتش اوف ايكليبس يبالك تنزل وراح تيجي الى هذا المكان مجرد ما تطلع من الكنيسة رح يعني نفس ما تقول تيجي من جنب القلعها وجنب الساحة اللي كنت تقاتل فيها الكومندر بتحصل هنا في ذيب تقدر تتجنبه وتطلع على الدرج يبالك بس ها اتضبط النقزة في هذا المكان وراح تشوف من هنا الكومندر موجود طبعا بالاسهم رح تضربه دين ما تموته وهذه الطريقة جدا جدا رخيصة ولكن رح تخلصك من الكومندر اذا ما زلت تعاني معاه وبس يا شباب لا تنسوا اللايك وشكرا من تنسوين القناة هنتر بندر ومشاري ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته